الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامجه للمدينة يوم جديد مشوار جديد وأكيد مواضع جديدة خص المدينة وأهل المدينة ودائما دعواتنا نعمل خير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة وعلى رئيس هزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والوطنية وباقي الأزمات اليوم عندنا مجموعة من المواضيع شاء الله نقدر آني وسوفيان نوصلها للجهات المعنية وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية متابعتها أول بأول يتم حلوة وجزء بسيط من هذه المشاكل البداية كالمعتاد مع سوفيان ومجموعة من العناوين مرحبا سوفيان مرحبا أزلوا مساء الخير بكل مشاهدية قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة مثل ما تعودتوا البداية ستكون مع العناوين عنواننا الأول أهل المدينة يواصل حملته الدوعوية بسرطان الثدي وعيا مننا وإدراكا بأهمية هذا الموضوع وفعلا أغلب الأبحاث الجديدة أثبتت إذا اكتشفتوا بشكل مبكر تقدرون تعالجوا تقدرون تتخلصوا من هذا المرض الخبيث عنواننا الثاني توقف إنتاج العلف الحيواني بصلاح الدين مما أدى الارتفاع لأسعار بباقي المواد وهذا الموضوع مو بس اليوم لا أصال لفترة من الارتفاع اللي مدى تقدر السلطات سيطرة عليه في محافظة صلاح الدين هذا الموضوع اللي جاي في قلقنا وليهذا احنا دلندرح الموضوع المرة أكثر من مرة عنواننا الثالث أزمة وقود تضرب كاركوك مجددا ومن جديد كما وعدونا المسؤولين قالوا بأن احنا حنحل هذه المشكلة للأبد وحنقدر نسيطر عليها ما سيطروا عليها ومع كل الأسعار بكاركوك مرة ثانية ترجع الأزمة أزمة الوقود في محافظة هي الأغنى في المنطقة في النفط هذه هي عنواننا ما التفاصيل فبعد الفاصل الله بالخير مرة أخرى الله بالخير سفيان الله بالخير أزل قبل ما نبدأ احنا دائما نتفق على موضوع اليوم أكثر من موضوع خلينا نبدأ احنا من طلبة السالس حتى نبيدي شو المرة طلبة السالس طلعت نتائجهم هواية من الطلبة شفتهم يعني كانوا فرحانين درجات حلوة درجات عالية معدلات عالية هالسنة هي سنة استثنائية وكانت الأسئلة واضحة نوعا ما وسهلة من الكتاب وكثير من المواد أيضا تم حدفها فلذلك أنا شفت أنه هالسنة كثير معدلات نجاح لكن رغم هذا أكو ناس تطلع اكمال أو ترسب لحد الآن سمعنا أنه هناك حالتين ممهم هذا الموضوع الحجين بي البارحة وشي طبيعي أنه ناس تنجح ترسب وهكذا الموطبيعي أنه أكو حالتين انتحار بسبب عدم اجتياز الاختبارات أو السالس عدادي وهي كارثة كبرى هاي معنات تمنيا معنات أنه هذا الشخص عنده بالحياة أنه فقط السالس عدادي في حين أنه الحياة بيها أهداف كثيرة بيها اختيارات كثيرة كثيرة من الناس من ممكن حتى ما نجحت دراسيا لكنها نجحت عمليا نجحت حياتيا فأتمنى أنه دائما تربون أولادكم وبناتكم أنه موت دراسيا يعني هي صحيح الدراسة مهمة لكن أنت من تخلي للأفق محدود أنت هاي النهاية أنه في شل إذا لازم يموت هاي المشكلة وهي هناك الضغط المجتمعي اللي يصير يعني كنا جنة بالسادس وحاسين بهذا الضغط المجتمعي اليوم تكون العوائل مع كل أسف يعني أنا أتفق إياكم أن الدراسة شيء مهم جدا مثل ما قالت أزل لكن مو معدل ابنك هو يدل على حسن تربيتك أو أنت عائلة جيدة أو غير ذلك لا نهائيا ما لها علاقة بهذا الموضوع فبالتالي اليوم الطالب أو الطالبة ما ينطلعون معدلات قليلة يبدون يحسون بخيبة أمل يحسون بالعار حتى العائلتهم تشوف أنه الأبي يكتله الأم بعد تزعله وما تحشيوا يا المنطقة كلها أصدقائهم وهذا الضغط كله يجي من وين من هذا الموضوع القبول اللي إحنا دن تبع نظام القبول في الجامعات العراقية اليوم بعد يوم ده يثبت فشله ده يثبت بأنه هناك خريجين من الجامعات العراقية هم ما ده يحبون اختصاصهم هم ما ده يروحون على وفق هذا الرقم ما اللي يطالع لهم بالمعدل مع كل أسف فبالتالي ده يشوف بأنه لما نطلع معدلات قليلة حيروح كلها الأهل ما يريدوها وهو ما يريدها والدولة ما تريدها وما حد يستفاد أو رسب ونهاية الحياة مو نهاية الحياة دائما نحطوا ببالكم أي شي هو مو نهاية الحياة حتى الموت هو مو نهاية الموت أنت وتارك وراء قبلك أنت سمعة حلوة وإرث ويعني إرث طيب طبعا ما قصد الإرث بالفلوس وأولاد أهل أصدقاء سمعة طيب عمل أنت بحاط لك بصمة بالحياة حتى الموت هو مو نهاية مو نهاية لهذه الحياة فأتمنى أنه ما تكون أنتوا محددين وتقولون خلاص انتهت الحياة ولازم أنا أنتحر نتمنى أنه تكونون أكثر يعني مو بس وعي وإنما أكثر إدراك للحياة الحياة بها اختيارات واسعة فشلت في هذا الطريق ممكن أن أنجح في طريق آخر لا تخسرون حياتكم هسا أنت تعيد السنة خالص مو نهاية بعد خمس سنة ستضحك عنها ستقول أنا فشلت فيه أول ما طب ورحت انتحارت يعني مام أهلك شي يقولون الانتحار ضعف وخيبة أمل مع الأسف ويأس كبير من الحياة أتمنى أنه تكونون يعني طلبة السادس أو أي إنسان كان ماكو شي اسم نهاية حياة انت احنا كلتنا نتعتر وننهض من جديد الشاطر هو اللي يقول أنا أقوم من جديد وأبدي من جديد وأصحح الأشياء الخطأ طيب نروح على طبع إن شانب بدنا نحكي بموضوع آخر نحكي بغير يوم غير يوم غير يوم طيب خلينا نبدأ بكورونا على عجالة لا بس قبلها الناس اللي تقولوا شو نتواصل بياكم عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب تواصلوا إيانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة وبها المعلومات الكاملة مقطع فيديو يا ريت توضحوننا بالمشكلة والعنوان حتى إحنا نقدر إنه نعرضها وبن الحلقة كورونا اليوم تسجل 2451 الوفيات وأنا عندي هذا الأهم اليوم قلت بحدود النصف أو أقل اليوم 21 حالة وفاة لكن أيضا هي كبيرة مع وجود اللقاحات البرحة كان إحنا ويانا المتحدث الرسم باسم وزارة الصحة الدكتور سيفي البدر وحجة قال إنه خلال الأسابيع المقبلة العراق رح يجيب أو يستورد أو يشترى كمية لقاحات بالملايين حتى الناس تتشجع ما تقول بعد ماكو حجة أكو لقاحات رح يبدأ العام الدراسة الجديدة وبالتالي نتمنى من كل المعلمين المدرسين كل الموظفين كل الطلبة من 18 فيما فوق خاصة الكليات والمعاهد ومدرسيهم أيضا والدكاترا يرحون يلقحون حتى نبدي عام دراسي جديد خالي من كورونا أو بأقل عدد ممكن صح إحنا هستبن حسار لكن هذه الموجة الثالثة من الممكن تجينا موجة رابعة وبالتالي رح نرجع مرة ثانية نصعد إن شاء الله خلصنا من موضوع يعني نخلص من موضوع كورونا قريبا وما نحكي بيها لأنصار شي ممل ننتقل سفيان السرطان التدي اللي كل سنة احنا في المدينة توعي المهمة جدا يشارك في الحملة العالمية ونفتخر إنه برنامجنا ضمن البرامج القليلة أو يمكن أقول الوحيدا ليوميا يحجي على مدى شهر كامل بموضوع اكتوبر الوردي ونحاول أن نشجع النساء والعوائل على الفحص المبكر لسرطان التدي هو من ضمن الأمراض اللي ممكن إنه الواحد يحتوي في بادئ الأمر لكن من الممكن إنه ينهي حياة المقابل ينهي نفسيا أو ينهي وينتهي خلاص ويروح إذا ما راح ما راحت أي امرأة للفحص المبكر الكل مدعو للفحص وحاليا المراكز موجودة ووزارة الصحة أعدت أيضا خطة كما هي كل سنة واللي ما يريد يروح المركز أو المستشفى فيروح إلى العيادة الخاصة اللي هي مختصة بهذا الموضوع نروح إلى ضيفتنا الدكتورة شذاء الخياط وهي استشارية أمراض نسائية وراح يشاركنا كيف سفيان بالموضوع رغم أنه ليش راح نحكي بي أيضا البارحة دكتور سهل بدر وأنا هاي المعلومة حاجينها احنا في السنوات الماضية في حملاتنا السابقة أنه يصيب النساء والرجال فالممكن أن يكون رجال ما يذرون ويدفاجئون بالموضوع لكن بنسبة قليلة صحيح النسبة الأكبر طبعا للنساء أهلا بيش دكتور شذاويانا في أهل المدينة في ثاني يوم من حملتنا لأن احنا بدينا منذ البارحة وإن شاء الله احنا نبقى في تواصل وأتمنى من النساء ممكن لحجاية تكون من المختص أكثر إقناع وأكثر علمية ودقة من عندنا فلذلك احنا نحب نستضيف المختصين في هذا الموضوع أهلا بيش مرة أخرى مساء الخير عليك مساء الورد والفل ست أزل وأستاذ سفيان أهلا وسهلا بيكم خلينا نحجحنا نبديها هل نسائنا وعوائلنا واعين لخطورة هذا الموضوع هل يعني باعتبار أنت يمكن يمكن على مدى مسرتش العملية قابلت الكثير من النساء والعوائل اللي تجي هل احنا واعين هل هناك تشوفين الوعي في تزايد في تصاعد لو احنا لا بعدنا نعاني من قلة الوعي في هذا المجال طبعا للأسف هو حالة حال أي هو العالم منقسم بين قسمين قسم يقدم الخدمة الصحية الممتازة والعالم الذي فيه متردي الخدمات الصحية متردية ونحن نعرف نفسنا ماكو داعي أحد يعني يختفي خلف لا واضح أحنا بيقسم من العالم فلهذا نشوف أنه في العالم اللي تكون المسائل الصحية عنده مهمة والبشر جدا عزيز وغالي النفس فيكون هناك حتى غرامة على الإنسان اللي يتلك في الفحص يعني تجي رسالة مثلا على الموبايل إنه فات موعد الفحص الخاص بي كأن يكون بالنسبة لأوروبا مثلا فحص الباباسمير بالنسبة لسرطان عنق الرحام الأسنان مثلا وكذلك موعد الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي لكن للأسف احنا هنا عندنا ما يسمى بال patient autonomy يعني المريض هو يروح يطلب عند الطلب يكون هذا الفحص وليس يعني قانون مشرع فلهذا نشوف للأسف أكون انتشار رهيب عندنا لهذا السرطان أضف إلى العادات السيئة التي تصير بين الشباب أضف إلها الحروب التي مر بها البلد والتلوث البيئي فكلها تعمل على أنه يكون من الأجزاء الكرة الأرضية التي يكون بها السرطان يعني قاتل أدنى دكتور أنا جدا أتفقيات بموضوع بأنه من أهم أدوار الحكومة بأنه هي المفروض تتابع مواطنيها هي المفروض الوزارة التي تشجع النساء على الفحص وهذه الأمور مع كل أسف يعني هي غايبة فنحن نعتمد على وعي المواطن بشكل عام طيب مدام نحن نحكي على الوعي نعم خلي يعني شنو مثلا في بعض الأعراض التي تقدر مثلا المرأة هي التي تكتشف أنها بالبيت تحس بأنه لازم هي لازم تروح كل فترة أنا أعرف هذا الموضوع كل فترة يجب أن تفعل فحص صحيح ممكن تظهر على المرأة وهي تحس بأنه هذا معناتها خطر أو جرس إنذار أنه لا هذا أكوف موضوع خطر يقدرون هم يسوون الفحص بنفسهم بالبيت يحاولون لأن بعض النساء تعرفين يعني ممكن ما يقدرون يطلعون أو غيرها أو على أقل ينشجعهم حتى يسوون هذا الشيء أو ينتبهون على هذه الأعراض استاذي العزيزو إحنا الطموح أنه نعمل على الوقاية من سرطان الثدي وليس اكتشاف المبكر يعني أنه إحنا درهم الوقاية خير من قنطار علاج مئة بالمئة فبالنسبة لنا إحنا كعراقيات كلنا وكنساء والطبيبة تكون هي أفضل شخص يوصل صوت المرأة بالمجتمع لأنه هي البؤرة التي منعدها تبث الثقافة الصحيحة فمن منبركم طبعا هذا أدعو أنه كل عراقية كل شابة عراقية سواء متزوجة أو غير متزوجة من توصل إلى سن العشرين تبدأ تعمل ما يسمى بالفحص الذاتي الفحص الذاتي شنو هو أنه بعد أنه تنتهي الدورة الشهرية لمدة سبع تيام بعد النظافة لأنه دائما كانوا الكتب تقول أنه بعد الانتهاء من الغسل ما للدورة الشهرية والطمث لازم نفحص الثدي لكن لا شافوا أنه سبع الأيام التي تعقب انتهاء الدورة الشهرية يكون أكوف نوع من الألم التي السيدة تجفل من عندها وتخاف وتزيد الفحوصات والضغط على المؤسسات الصحية فيفضل فيفضل أنه سبعة أيام بعد الغسل من الطمث أنه تبدي هي تفحص نفسها الفحص الذاتي الفحص الذاتي يكون أنه توقف كاشف الثديين أمام المرآت وتباوع يعني ما يسمى بالإنسبكشن النظر أنه تقارن بين بأشكالهم اتجاه الحلمة أكو أكو فد خلل بالشكل العام أكو خلل بالأحجام ولو عدم التناظر بالفدي الأيمن والأيسر هو فد شيء شائع وليس يعني غريب بعد هذا تستلقي على السرير وتبدي ترفع أحد اليدين عاليا جدا يعني وباليد الثانية تفحص الجهة اللي رفعت إيدها بهاي الثلاث أصابع زين تتلمس وتتخيل النسيج وتضغط على القفص الصدري وأكو أنواع من الفحص قد يكون بشكل لولبي وتطلع بحلزوني أو بشكل زيجزاج تمشي على الفدي كله أو بشكل يعني مثلثات يعني ابتداء من الحلمة وتطلع على السطح الخارجي للثدي راح تكتشف أكيد عقدة يعني العقدة مو شرطة تكون يعني تخوفها أو تفزعها لأنه أكثر العقد اللي تجينا للعيادات نشوفها هي عقد حميدة ما يسمى بالفايبرو هذا الفحص يمكنني بداية سؤالي يعني بس عمودي يكونون هما أكيد ما حيكون الفحص مالتهم أو لما المرأة سيكون هذا الموضوع بنفسها ما حيكون الفحص مالتها دقيق مثل الطبيب بس أنا قلز مثلا لما تحس أكو أشياء غريبة لما تحس من أنه صار الوقت لازم تراجعين طبيب بهذا الوقت أنه صار الموضوع خطر لازم الموضوع يكون أفضل هل هناك طريقة للوقاية منه ياريت لأنه هناك نساء يتابعون اليوم في المنازل وياريت يعرفون هذه المعلومة هل هناك طريقة معينة للوقاية من هذا المرض حتما حتما أستاذي العزيز ولهذا أنا بديت إياك من ستيب رقم واحد أنه كل فتاة بعد 20 سنة من 20 إلى 30 تبدي كل شهر أو كلنا نسوي هذا الفحص إضافة الخطوة الثانية أنه كل فتاة من 20 إلى 30 سنة تروح للطبيبة خلال 3 سنين أنه تفحصها وتشوف يعني تخليلها موعد كل 3 سنين بعض العلماء يقولون كل سنة لكن أنا أشوف يعني من 20 إلى 30 سنة يعني 3 سنين كافي من 30 سنة إلى 40 سنة كل سنة مرة تروح للطبيبة حتى تشيك وخلينا نخليها فد موعد مثلا كل من بيوم عيد ميلادها كل واحدة من عندنا بيوم عيد ميلادها تخلي هذا اليوم أنه تتوقع ما أيد يعني خطية إذا تكون هناك فتشيم يعني ما حلو راح تكون مناسبة نخليها أي موعد أنا أتمنى طبعا من النساء هي لتذكر رفسها جيد حلو لو يكون هناك تذكير من المنزل لأنه المرأة دائما هي من تذكر الأخ الزوج الأب إذا كان عندها موعد مع الطبيب خلينا نقول أسنان عيون دائما هي المرأة التي تكون هاي القضية تكون عكسية يلا امشي اخذك اوديش وهذا أنا ما أنصح بيه طبعا في البرنامج كل سنة نعم أنه إحنا المرأة العراقية هي مهملة لنفسها حقيقة وعلى وحدها من الناس دائما أجل أموري في سبيل أنه الأولاد أهم الزوج أهم الأخ أهم وهكذا لكن إحنا المفروض أنه حاليا إحنا نقول يعني المرأة العراقية تحب أنه واحد يقولها روحي تعايي أخذك أنا أوديك فأحنا هذه دعوة هي أيضا لتوحيد الأواصر أنه أخذوهم يعني اللي عمرها من عش فما فوق الأخ إذا موجود هي بعد ما من زوجها فيكون الأخ أو الأم مثلا هي وبتها ويرحون مثلا إذا موجود الجنين مثلا والعمة تأخذهم هذا أيضا هي للمحبة أيضا يمكن تزيدها خضية مهمة أنا ردحت شبيها إحنا هسا نشوف على مواقع التواصل اللي هي ناس تنحف وناس تسمن وناس تكبر وناس تزغر هل إلها تأثير هذه لأن العام حجتنا أنه إلها تأثير لكن ما عندي فتش علمي دقيق لأن تعرفين هذه الأشياء جاي تجينا من مصادر غير معروفة والبنات للأسف جاي يأخذوها بالطريقة يعني ولإرضاء طبعا مو لإرضاء نفسهم أغلب البنات من تسيلين هي دي لشانا مقتنع قد يكون بنفسي لكن لإرضاء أدوى ينطرح للسوق لازم يختبر على مدى مراحل يمر بمراحل حتى يعتبر أنه هذا الدواء أمين وينطرح بالأسواق لكن بغياب السيطرة على الأدوية نلاحظ كل من هب ودب بدأ ينزل دواء والصابون المكبرة والحباية المصغرة طبعا أكيد هذا فتش خارج عن العلم وأكيد راح يكون العلاقة خلينا أولا نصلح العادات السيئة التي تسبب بصرطان الثادي مثل السمنة والتدخين والكحول والنرقيلة والأكل الفاست فود الذي يصعد الهرمون الأنوثة الهرمون الأنوثة ستأزل المرأة لا تكون مرأة إذا لم يكون معدها هرمون الإستروجين الذي هو الهرمون الذي يسوي شعرنا مختلف عن الرجل وتوزيع الشعر غير شكل وتوزيع الدهون في الجسم غير ويخلي عندنا الخاصية الأنثوية هذا الإستروجين إذا صعد عن معدلات الطبيعية أحب أسميه هو الهرمون الغادر هو يضرب الخلايا بطانة الرحام ويضرب خلايا الثدي ويخليها تطلع عن طورها وتبدي نايداس مال أنه خلية سرطانية يختلف الكود مالتها عن بقية الخلايا وتبدي تتكاثر وتتكاثر وتتكاثر إلى أن يصير سرطان هذا الكنسيبت مال السرطان بأي مكان بالجسم وخصوصا بالثدي فبما أنه نتكلم عن الوقاية فالوقاية هي أنه يكون وزنك مثالي أنه يكون غذائك مثالي أنه يكون نومك هادئ أنه تبتعدين عن المؤثرات العصبية أنه تمارسين الرياضة أنه تشربين الكثير من الماء أنه تبتعدين عن التدخين المشي لازم يكون نص ساعة باليوم فهي هذه الأشياء اللي ملينا منها نسمعها كثير إلى حد المل البسم ولا واحد من عندنا يطبقها ولهذا نشوف أنه هرمون الاستروجين موجود هو أصلا السرطان هو نوع من أنواع إذا تخيلت أنه الأمراض كأنما هي طيف من الألوان تبدأ باللون الأبيض وتنتهي باللون الأسود القاتم فالسرطان إذا شبهنا باللون الأسود القاتم فهو أقسى درجة من مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين منين تجي؟ تجي من السمنة أبسط شيء نعم فأنت من تحسنين غذائج ومن تاكلين الأكل بعيد عن الكاربوهيدرات الكثيرة والحلويات والنشويات أنت تتعدلين مقاومة الإنسولين وبالتالي ستحسنين يمكن كثير سيفزعون من هذه المعلومة أنه السيدات التي عندهم تكيس بالمبايض وهو نوع من أنواع مقاومة الإنسولين معرضات في نهاية حياتهم إلى سرطان بالثدي فإذا عدلت غذائها من هي أو شابة هي تتبني إلى حياة وصحة مستديمة على نهاية حياتها لأن الوقت أيضا عندنا مواضيع كثيرة أيضا موضوع الوراثة التي عندهم بالعائلة ووراثة أيضا هي أيضا تكون مرشحة أحنا أكيد أن لقاءات أخرى خلال هذا الشهر نشكر دكتورة هذا الخياط استشارية أمنات لسائية شكرا جزيلا لهذه المعلومات الدقيقة شكرا جزيلا نحن ممكن أن نأخذه مثلا لكن نحن جبنا لكم المختص بهذا الموضوع حتى نكون أكثر إقناع في البرنامج إن شاء الله الشفاء للجميع واستفادتوا من هذه المعلومات وهي تشجيعنا جميعا على أنه ماكو عيب بهذا الموضوع هو مرض حال لحال الأمراض الأخرى لكن نحن الهدف من عنده في هذا الشهر في شهر أكتوبر الوردي هو للكشف المبكر عنه أو قبل ما يترأكو أجهزة حديثة أنه يقول لك أنت مرشح أنه بعد كم سنة ممكن يصير بيك فأنت تروح أو ترحين حتى أنت قبلها تتخذين الإجراءات الوقائية حتى لا يصير بيش المرض الشفاء للجميع والله يبعدكم من هذا المرض وإن شاء الله نقدر في هذا الشهر نكفي ونوفي أي معلومة عن هذا الموضوع فعلا أكيد إحنا نحن كم من مواضيعنا والمواضيع الخدمية اللي عدنا يعني واصلتنا من المواطنين بشكل عام هذه المرة إحنا قبل أيام أيضا حتى نبيها لكن مع الطرق والجسور موضوع الضرائب لما أنت لما تأخذ ضريبة من المواطن لما أنا أطيك فلوس لما أنطي أي جهة حكومية أنطيها فلوس أنا أريدها بالمقابل خدمات وهذا السبب هي ضرائب موجودة يعني الضرائب أو إذا تريدون تأخذها تطوها الموظفين أو تطوها لأي شي كان أنت الدولة ما تشون سووها قلونا فأكو منطقة منطقة الدورة مقاطعة 2 و 3 على 10 مجاور منطقة شهداء السيدية المنطقة هذه قل لك بأنها تعاني من مهمة نرجع ونقول مو في قلة خدمات لا غياب مطلق لأ الخدمات تقول ما بها خدمات نهائية المواطنين هناك وأني جدا فخور بالمواطنين صراحة هذه الأيام أنهم ينتبهون على هذه السالفة يقول بين وأني لما أبيع القاعة وأشتريها وأشتري قاعة وأبيع قاعة وأي أن يكن مرتفعة جدا يعني تدفعت ملايين لما تشتري وتبيع بهذه القيعان وهي هذه المنطقة ما أعرف يعني إثلا أنت رصيف ما تقدر تسوي شارع عام هاي الملايين تتأخذها من المواطنين ما تقدر تشيل هاي النفايات المواطن بعد ما يعني ما تعبر عليه هذه الأشياء فأني ما أعرف هناك من المسؤولة مانية بغداد مسؤولة على هذا الموضوع أيين يكون الجهة ومنطقة مؤهلة لعيش البني آدم عيش كريم ومرفه عمها سمو مرفه بس عيش بني آدم يعني يعني أن واحد يحس نفس بني آدم في مثل هذه المناطق تكون بأنه يشعر بكرامة الإنسانية يشعر بأنه يفوت البيئة ويطلع مو أمام النفايات هو لأنه ما كل يوم لأن يشتري هناك القطع الأراضي تكون أرخص من غيرها فبالتالي المواطنين يأخذوها هذه المنطقة وعلى أمل بأنه الأمانة ستبلطنا اليوم الأمانة ستبلطنا باتشغ ستوصلنا مجال تصريف الأمطار وغيرها شبكة تصريف مياه الأمطار ستوصلنا الماء وكل منطقة عشوائية صائرة رغم أن هي رسمية وموجودة ومسجلة في الدولة وفي أوراق الدولة وفي مستندات دولة لكن تحس بأنه هي الدولة متبرية من عدها متبرية من المواطنين موجودين هناك وبعدين يطلعون للوزراء مع الكل أسف بعضهم قلوا أنا عندي هذه الأزمة مثلا لا نذكر أسمائهم من الإختصاصات بسأحنا لدينا هذه الأزمة بسبب أنه المواطنين كلهم يعيشون بنفس المنطقة ويقسمون البيوت أيما هم لما يطلعون يشترون بغير منطقة هذه المنطقة حتى لا يوصل لهم النفايات موجودة أمامهم لذلك بعد أيام جاء نشته يعني خلاص نحس بل خريف وإذا نحس البرودة وبدأ تغيير الجو وبدأ يصر مطرة الدنيا باتشعق ذول الناس هون طلعون نطبون زيان الموظفين اللي عايشين تعرفون أنا بعض الأشخاص عارفهم من كل مناطق يقول لك الصبح لمن يروحوا للدوام فيروحوا بالستة منطقة بعيدة فيطلع بالستة فهذه المرأة تطلع ساعة ستة منطقة منطقة مليئة بالكلاب السائبة منطقة نفايات وبالشتة تكون طيانة والطيانة ما تخلص لحد مثلا تبقى في اسبوعين ثلاثة من جمع هذه البرك مع المياه الأمطاء فتتخيلين يعني أمرأة تروح لشغلها من الصبح قد كلب سائب يهجم عليها توقع بالطين تشوف النفايات ما عرف شون واحد يقدر يصف الموضوع أو يتخيل بأنه هذه منطقة رسمية والمواطن من يشتر ويبيع يدفع ضريبة للحكومة ولازم يروح هو يؤدي واجبة وشغلة بأنه حالة النفسية زينة لازم الطالب يروح يدرس وينجح وهذا هو الوضع اللي يشوفه من يطلع من بيته بالحد ما يرجع وضعية فعلا مأساوية وهي ما تخص فقط الدورة وإنما تخص أغلب مناطقنا في كل المحافظات العراقية ما عدنا محافظة نقول أنه مناطق مية بالمية حلمة وجميلة ورائعة احنا عدنا كثير من المناطق تشكل إهمال طيب خلينا نروح إلى صلاح الدين وهناك تقرير عدنا مراسلنا نتوقف 25 معمل لإنتاج العلف الحيواني احنا في الوقت اللي نناشي ونطالي ونتوسل أنه يكون هناك دعم حكومي لمربي الدواجن وحتى المواشي وحتى الفلاح حتى إحنا يعني نستفاد منه يعني هو يستفاد وإحنا البلد يستفاد يجي ما عرف منه يعني هالقرارات المتخبطة وإغلاق 25 معمل فحي الصعد الطن ما للعلف الحيواني اللي خاص بالدواجن 550 دولار فأكيد مربي الدواجن ما عدهم ولا تنسون فلاونز الطيور اللي ضربت صلاح الدين وكانت هناك خسائر فادحة إحنا بدل ما نشجعهم بدل ما نساعدهم بدل ما ندعمهم بدل ما نفتح معامل أكثر بدل ما إحنا نجيب لقاحات بدل ما إحنا نقول عفية لمربي الدواجن حتى إحنا بدل ما نستور الدجاج وبيض الدجاج إحنا هسا حاليا جاي نحارب مربي الدواجن والفلاح ومربي الحيوانات وحتى اللي يشتغلون بالمعامل هم لا ننساهم يعني المعمل 25 معمل بي عمال فبالتالي إحنا من أغلقنا 25 معمل إذا إحنا جمعا إلى قتلنا لأن يقتلهم بتجوع فمناشطات ومطالبات أن يكون هناك يعني دور للحكومة المحلية المركزية للوزارة بإعادة فتح هذه المعامل ودعم المربي الدواجن اللي هم أصلا عاشوا في خسارة فيقل لك إحنا من الممكن نترك مهنتنا وأنا أعتقد بل أجزم أنه هذا هو الهدف حتى نبقى نستورد بدل ما نستورد خنقول 100 دجاج رح نظل نستورد 300 وهكذا إحنا في الدول الثانية ويخسر هذا البلد شوف الموضوع إن شاء الله يكون هناك رد بلكت عسى ولعل يكون أكفد يعني يقول لك للصيانة أغلقناهم ريد نكبرهم نغير المكان هسا على الأقل نقول أنه أكو حجة معينة لكن أن يكون هناك إغلاق متعمد من أجل أنه يخسر المربي ويخسر المعمل فهذا يحتاج إلى فتح تحقيق ومعاقبة المقصرين السحر حالياً تقريباً بالمعمل المالتنا مشغلين بحدود العشرين عامل العشرين عامل هاي إحنا في حالة وقوف هاي المعامل بسبب الإهمال إذا كان مقصود عمداً أو غير عمداً من الجهات الحكومية بعدم توفر المواد الأولية هذا بالتالي طبعاً راح يأثر يعني سلباً على اليد العاملة بالتالي راح أبطل المحاسب راح أبطل العامل وراح أبطل الإدارة ويخلقنا فضوة في المجتمع فإحنا هذا الموضوع يعني إحنا حكينا به سابقاً إنه انطالب الحكومة بالتدخل لدعم الشريحة شريحة الفلاحين والحقول والمشاريع لرفض السوق بالمواد الأولية هس حالياً إحنا عدنا مشكلة كل الشبيرة اللي هي عدم توفر المواد الأولية المواد الأولية عدنا الصوية الذرة النخالة يعني دنعاني كلش في الحصول عليها العلاف شي رئيسي بالنسبة كقذاء أمنه لقطاع الدواجن وقطاع الدواجن لو نحسبه قطاع يمثل 30% من الأمن القذائي يوفره للإنسان وهذا طبعاً شي رئيسي وطبعاً هاي العلاف مو بس علاف الدواجن علاف الأسماك والمواشي وعدم دعم الدولة لهذه العلاف كنا قبل تدعم القطاع الدواجن من الحبوب والصوية والذرة وهي دولة كل شي لازم ته فيدها يعني نستلم العلاف ونسلمها الدواجن مثلاً اللحوم وشبه ذلك موسيقى موسيقى احنا مطالبنا انه الدولة تسهل يعني استيراد المواد وتدعم القطاع الخاص اللي هو يخص الثروة الحيوانية ليش لأن هذا يوفر تشغيل يد عاملة انت من عندك اكثر من عشرين معمل وهذا كل معمل بخمسين عامل او اربعين عامل واحياناً يزيد العمل اكثر انت من تتوقف هاي المعامل هذا راح يسبب بطالة للعمال العمال على باب الله وكل عامل ورا عائلة وهاي العائلة مصدر رزقها هو هذا العامل اللي يشتغل فمن يوقف المعمل يتوقف المعمل العامل راح يقعد راح ينقطع رزق العائلة هاي شغلة الشغلة الثانية احنا الاسعار ما مدعومة يعني فهذا يأثر حتى على يعني يومية العامل راح تتغير ليش؟ لانه الاستفادة راح تصير قليلة او المواد اللي تجي يعني تجي باوقات يعني كذا محصورة محصورة على التاجر الوقت والسعر هذا كله يأثر على العامل يعني مثل ما شاهدنا انه هناك تدمر كبير المعامل 25 ترى معمل مو معمل ومعملية وواضح من مربي الدواج ان هناك ايضا تدمر ان شاء الله يكون هناك يعني انا اتمنى ان يكون هناك تصريح ايضاح او يعني اعادة تفكير بالقضية وان شاء الله يا رب يجو الناس تخدم هذا الوطن امنى بالانتخابات جاية ان يكون هناك تغيير كبير في الوجوه وفي التعامل وفي الطرح امين يا رب طيب هذا على سالفة الاشياء تغيير وننتظر جواب ولحد الان كم مرة عرضنا موضوع ازمة الوقود في كاركوك التي تكرر بين الفترة واخرى مع الاسف لحد الان ماكو جهة اجابتنا عن سبب هذا ليش جدي يصير وليش نتكرر هذه الازمة في كاركوك وقبلها كانت في صراحة دينة حسب ما اذكر او الموص نينوة ايضا كانت هناك ازمة لكن هذه المرة في كاركوك ما زالت اصحاب البيكوب مدى يقدرون يحصلون القاز وهذا الموضوع تعرفون شقد هيأثر على الاقتصاد في المحافظة بشكل عام بسبب سترتفع كل اسعار المواد بسبب هذا النقل سيكون مرتفع اضافة للبانزين هواية سيارات تكون طوابير طويلة جدا امام محطات تعبئة الوقود في كاركوك بسبب نقص مادة البانزين اللي تغذي السيارات ماشية طيب نصف على هذه تتعب لا هذا يأثر على الاقتصاد المحافظة بشكل عام هيأثر على الناس اللي أصلا هم ملاقين شغل في المحافظة الناس اللي يشتغلون تاكسي يعني هذا اللي حتى لو هو مشاهدته ما أدري ما أخذ شهادة ملاقي شغل بالتالي يضطر يطلع بسيارة تاكسي ويفتر طيب إذا هو يوقف لساعة أو ساعتين أمام محطة البانزين إجابة وأيضا نحن يوم غد إن شاء الله حنكون عندنا تسليط الضو أكثر عن هذا الموضوع وحنعرف أسباب وحيكون عندنا هنا التقرير من هناك حتى نعرف تفاصيل هذه أزمة من أزل يمكن وصلنا إلى مرحلة من غير المقبول أنه تكون كاركوك من غير نفط بها أزمات وقود وإحنا جايشته يعني جايشته أنا أتذكر أنه بالمواسم السابقة شان عندنا أيضا أزمات النفط ويوقفون سرة ويبدأ دوام المفروض أنه لا يوجد أزمة وقود لأنه ما ذنبهم الطلبة وما ذنبهم الموضفين على العمو إن شاء الله باشر نفهم القضية بل كتأله مننا الباشر محلول الموضوع ونقول أنه تم حل القضية هذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينة نتمنى دائما نلتق على الخير ومحبه وسلام وعلى وطن سالم ومعافوة ومتصر فيم الله في الختام تقبلوا تحياتي وتحياتي الكادر إلى اللقاء